في الفترة الأخيرة ناس كتيرة بتشكي منه واللي عايزين نروح له بشيء من التفصيل ما فيها الإجارات فعلا ما فيها الإجارات حالات كتير اللي حصلت أن واحد بيأجر لواحد شقة الشقة لا تصلح للسكن الأدامي أصلا الشقة ممكن يكون إيجارها 600 أيرو وبيأخذ منه ألف بيمنع عنه ممكن يقول له أنت هتسكن بدون ما يكون عندك حتى ميلي ستل يعني ما ينفعش يسجل نفسه سكنوا على الشقة دي في حالات تانية برضو موضوع العمولة كل ما سمعتها بس ما فيمتهاش أو مش ما فيمتهاش يعني استغربتها لقيت في ناس كتير بتتكلم عني المحروق المحروق ده حاولت أفهمه يعني إيه محروق فلما سألت عرفت أن المحروق ده جزء من الفلوس بيأخذها اللي بيجيب الشقة للشخص ده مش هقدر أقول في صورة عمولة لأن لو عمولة هو المفروض يقدم للدولة أنه هو تقاد عمولة ويدفع عليها ضرائب لكن ده بيقول له أنت هتيجي سكنك في الشقة دي لكن هتدينه معايا طبعا حالة هقول لحضراتكم عليها إيه موضوع المحروق إيه موضوع مافيا الإجارات وإيه اللي بيورد عليكم حاليا في الوقت ده بخاص بالموضوع ده تفضل لي هو حاليا فيه مافيا إجارات أو فيه مافيا ومافيا كبيرة جدا وبتستغل ضعف الناس واحتياج الناس في أنها بتتقاد إجارات مبالغ فيها في بيت لا يصلح للسكنة وبالنسبة لموضوع المحروق هم يسمينه محروق لأنه محروق فعلا خلاص الفلوس رايحة يعني هو الراجل خدها منه زي سمسرة خدها منه خلاص بس خلاص هو عرفه الشقة دي عنده ادهاله خد منه ممكن شهرين ثلاثة حسب وراح هو وقع عليه الشقة بقى حلوة لا هو تأمين ممكن يستخدمه هم يسمينه محروق عشان كده عشان فلوس اتحرقت خلاص راحت لا بترجع ولا معاك بيها ورا انا مصطلحات جمدة جدا لا ايو انا كمان اول ما سمعتها قلت ايه محروق ده بس بعدين فهمت ان المحروق دوت يعني ده ايه الفلوس اللي طايرة يعني فدلوقتي خلينا بقى نتفرع في الموضوع ده بيجيلي واحد مؤجر بيت بيوريني الفيديو بتاع البيت او صوره انا بتصدم انه اصلا موجود شقة زيدي في النمسا وفييننا ان موجود بيت زي ده في النمسا وفييننا والشخص ده بتيجي تقوله يعني البيت ممكن مثلا 30 متر تيجي تقوله البيت ده بكام يقولك 600-700 يورو الحيطان مع الفنة اللي فيها العفن الحمام لا يصلح ان الوحد أصلا يستعمله الشقة يعني ضايعة خالص طيب انت بتدفع الايجار ده بناءا على ايه والبيت قديم ولا يصلح للسكنة يقولك ما هو ما فيش بيوت طبعا دي مشكلة كبيرة جدا احتياج الناس خلت طوع ما فيا الاجارات ان هو بيستغل احتياج الناس بيديهم حاجات هما ما ينفعش اصلا ان هما يسكنوا فيها النقطة التانية بالنسبة لموضوع المحروق المحروق دوت ليه قانون في النمسا يعني فيه قانون بيقولك انت اولا ما سموش محروق اسمه بروفيسيون يعني عمولة انا بجيب لك شقة وبتديني عمولتي بس انا امت بتديني العمولة دي لا وانت يحقلي وانت يحقلي اخدها الناس مش عارفة انا دلوقتي بيبقى فيه واحد مثلا حضرتك عندك شقة وانت جاري وانا عارفة ان انت عندك الشقة دي عايز تأجرها لو انا قلت الواحد فيه شقة عايز يأجرها وعرضت الشقة دي وجبتلك الشخص ده انا خلاص كده دي بقى بلطجة انا لازم اخد منك شهرين ثلاثة وفيه ناس المصيبة الاكبر ان فيه ناس بتاخد عمولة لشقة من غير عقود يعني هو جاب لك شقة انت تسكن فيها لا من حقك تاخد عقد ايجار ولا ممكن من حقك ان انت تعمل عنوان توقعك كده بس وبرضو خد منك المحروق ده طب ما ده كل الاشياء دي غير قانونية فاحنا النهاردة عايزين نوضح امتى من حقك تدفع انت العمولة وامتى مش من حقك ان انت تدفعها وامتى تقول ان البيد ده اسكن فيه وامتى تقول ان الاجار ده غالي علي انا اقدر ان انا خفض الاجار كل ده هنوضحه للمشاهدين انا ارجعلك في النقصة للعمولة انها لازم تكون لسمصار معتمد من الدولة وفي حالة ان السمصار هو العرض الشقة يبقى انا لما اروح استأجر منه الشقة انا مش مطالب ان انا ادفع حاجة ولو في حالة انا رحت للسمصار وطلبت منه يدور لي على شقة معينة يبقى هو المفروض ان يكون ملزم يجيب لي مواصفات الشقة وانا بالتالي ادي له العمولة بتاعته والعمولة المع كلمة محروق مش موجودة في القانون لا بس خلينا نبسطها جدا للمشاهدين عشان يفهموا الفكرة انا دلوقتي بدور على بيت ولقيت شقة معروضة على الفيل هابن حتى لو عن طريق مكتب عقارات او سمصار زي ما بنقول اذا انا هاخد الشقة اللي هو عرضها انا مش هتفعله عمولة خلاص لمحروق ولا غيره طيب لو انا رحت المكتب العقارات الواحد عنده شقة وبيأجرها وقلت له لو سمحت دورلي على بيت والراجل ده قاعد يدورلي على مواصفات الشقة اللي انا عايزها في الحالة دي قانونيا من حق الشخص ان هو يطلبك بالعمولة بتاعته ده باختصار شديد اه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة